السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب يشاهد صدر يسير لي امري واحد لوجودات المدسانية في قوي قولي ان شاء الله في اخر محاضرة بنتكلم عن ال Respiratory System و ال Disorder المتعلقة بالسيستم ده يا شباب عايز اقولك ان اتفق اتفاق ان اي Disorder خاص بالصوكيت مع ال Respiratory System هنتفق انا وانت اتفاق ان اي Disorder في السيستم ده بيبقى Based أو Depend على ان فيه Infection طب ال Infection لما جينا نسألها لاناها نوعين قالت انا فيه مني Acute جاي من اسمها حاجة Acute حاجة حادة يعني شوية وهتعدي تمام او حاجة Chronic هي بتبقى حاجة مزمنة بتكمل معايا With Sinosymptoms بتبقى ايه زات A Long Time لكن الحاجة ال Acute يا شباب Sinosymptoms بتبقى ايه زات ايه Last several days Last several days المدة ايه عدة ايام وخلاص بيقولك ان الميديكال فالد لازم او specific اللي سطف بتاع النيرس لازم يركوجنايز يكون مدرك للصاين والسيمتومز بتاعت ال Respiratory Disorder علشان يقدر يقدم الايه The Appropriate Care The Appropriate Care الرعاية المناسبة تمام فيبدأ من خلال Sinosymptoms يكلاسفايد يكلاسفايد ان ده نيمونيا ده ازمة ده COPD ايه انسوان تمام زي ما هنعرف في ال disease المعينة اللي معينا النهار اول حاجة عايزك تعرفها هي النيمونيا النيمونيا عايز نتفق اتفاق صلى الله عليه وسلم النيمونيا هو حصل Inflammation عن طريق Infection ودي اهم حاجة احنا قولنا بصفة عامة كله Infection اصلا تمام بس النيمونيا specific The most common causes ليها Infection يبقى حصل Infection او عادي ممكن يسميها Bacteria تمام حصل Infection حصل Infection في ال Lung فين في ال Lung بالذات؟ او افكت ده على ايه؟ او اتقصرت على ايه؟ على البرانشيما بتاعت ال Lung ده النيمونيا يبقى النيمونيا بسبب ان حصل Inflammation في البرانشيما بتاعت ال Lung By Infection أو Infectious Infectious Agent بسبب عوامل ايه؟ عدوة تمام؟ طيب الكوزيز بتاعتها ممكن تحصل بسبب Aspiration والاسpiration ديه شباب عبارة بيحبق فيه Infection ونصر 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 لبعض السبستانس يعني فيه دخول وخروج لبعض السبستانس السبستانس ديه ممكن تبقى ايه؟ فود ممكن تبقى صلعني؟ لكويد ممكن تبقى فليويد بتدخل في ال IEA في الباسوي اللي هو مخصص السوكيتد مع ال Air احنا عارفين الاكل والشرب ليه بسويه خاص بيه والهوى ليه بسويه خاص بيه فلما يحصل ميكسد او تشانجد يبدأ يحصل عندي اسبيريشن بلاء ان السوائل دي او الفليود دي او الفوت ده بدأ يدخل انتو لانج فالشخص يبدأ يفومات فده بنسميه اسبيريشن ده من ضمن الكوزيس بتاعة النيمونيا كذلك البكتيريا اللي قلنا هي دي الموست كومن كوزيس في النيمونيا كذلك ممكن يبقى بسبب بعض الفيروسات او بعض الفانجاي بعض الميكروبات تمام او ان الشخص ده بيكسبوجر لبعض الكيميكال سبستانز يا شباب اللي هي بتبقى انهالت او ايه انجدشن انجدشن يعني بيحصل لها عن طريق الاورى الحاجات بياخدها بتأثر على ايه بعض مادة الكيميائية يعني يا شباب تمام اه بتأثر عليه او على تمام او حاجات انهاليشن يا شباب مثلا الشخص ده بيقعد جنب حد مدخن كتير الشخص ده بيبقى في ايه يعني ريحة قوية مش كويسة اه كذلك ممكن الشخص ده البيرفيوم اه كذلك ممكن يؤثر عليه حتى تلاقي بعض الناس عندها اليرجي وعندها ايه حساسية من ريحة البيرفيوم ده تمام اه كذلك ايه يعني اكسبوج اكسبوجر لان اي كيميكا ممكن ايه تأفكت على البيشن ده او على الريسبيراتري تمام طيب الكلاسفكيشن لما نيجي باينيه كلاسيفايد او السطف هيبدأ ايه كلاسيفايد الطايل بتاعت النيمونيا بعد ما عرفت ان الشخص ده مريض نيمونيا هقولك صلى عني بصاصة ايه في حاجة اسمها اللوبرنيمونيا وحاجة اسمها برومكو نيمونيا اللوبرنيمونيا دي بتخصل بان فيه جزء حصل فيه انفلاميتد أو جزء انفلاميتد حصل فيه انفلاميتشن يعني التهاب الجزء ده ممكن يبقى one or more loop مش احنا عارفين الرايت والليفت ان الكليا الاسف اللونج بتبقى ايه كذا فص كده وكذا جزء فلو حصل في جزء او اكتر بيه انفلاميشن ده بنسميه لوبرنيمونيا طب البرونكو نيمونيا بيبقى حصل برونكايتس يعني انفلاميشن في البرونكاي وبعد كده بتاكستينتد توزى ايه سراوندينج لونج تشه يعني بتحصل في البرونكاي الاول انفلاميشن وبعد كده انفلاميشن ده بيسيباريت بينطاكل وبينتشر لحد ما يحاوط او يحيط بكل الانسجة بتاعت اللونج تمام ففي الحالة دي بنسميها برونكو نيمونيا ايه الطيب بتاعت النيمونيا فيه حاجة اسمها كاب وهاب كاب اختصار لكلمة community acquired نيمونيا هاب اختصار لكلمة hospital acquired نيمونيا وبعد كده فيه نيمونيا تتعلق بالimmune system بيبقى حصل له ايه compromised compromised host او compromised factors بتأثر بتأفيك تعالى تمام او اخر حاجة بنسميها الaspiration pneumonia ده نوع من انواع النيمونيا وتكلمنا عنها في البداية تعالى نتكلم عن هي اللي عايزك تعرف فيه تعرفوا فيها ان هي بتحصل يا شباب in community factors او اه characterized by community factors سبب عوامل اتعرك اه اسف اتعرض لهوا ملوس لاي chemical substance اه رايح الكلية رايح المدرسة رايح الدرس رايح مشوار جاي منه اه رايح الزيارة الحد فيه الهوى شديد الطاقس الحر البرد انتم فاهمين فبسبب عوامل المجتمع اللي هو عايش فيه او ال community بتاعه تمام وعايزك تعرف ان هي ال community acquired pneumonia اللي هي بتحصل within the first 48 of hospitalization يعني بتحصل خلال اه 48 ساعة من دخول المستشفى او قبلها او اه خلال يومين يعني هي شباب شخص داخل المستشفى واحنا بعد 48 ساعة بعد بعد افتر افتر تمام بعد افتر 48 اكتشفنا ان الشخص ده عنده نيمونيا والشخص ده عنده نيمونيا يبقى النيمونيا دي يا شباب وهو مثلا يعني كان كويس وكده تبقى دي هل متعلقة بال community acquired pneumonia لا لان ال community acquired pneumonia هي دي بتحصل خلال ايه 48 ساعة من الانفلاميشا اللي حاصل يعني خلال يومين او قبل يومين تمام طيب اه النيمونيا دي بتحصل بسبب ايه شباب بسبب حاجة اسمها ستريبتوكوكايز الستريبتوكوكايز دي بعض انيمونيا هي نوع من انواع البكتيريا يا شباب تمام او بتحصل بسبب حاجة اسمها الهيموفيليس انفلوانز الهيموفيليس انفلوانز يا شباب اللي هي ايه نزلات البرد اللي بتتكرر كتير الشخص تتلاع عنده نزلات برد على طول تمام فدي برضو بنسميها ايه اه اكوميونيتي اكوايرد النيموني تمام ايه اقطر والنيمونيا بقى بتنقي يا شباب وتقولك بص أنه والله في فصول كده من فصول السنة وايحبها قلتلها زي ايه تقولك زيOOOO ROOWTER Patata فصل الربيع وفصل الشتاء هي بتحب جدا تنتشر في الاجواء الجميلة دي يحصل لها ايه بريفلينت وخاصة يا شباب لما بيبقى فيه انفيكشن في الابر ريزبيراتري لما يحصل مثلا انفيكشن في الابر ريزبيراتري ويحصل لها فريكوانت انفيكشن يعني عدوة متقررة في الابر ريزبيراتري ويحدث يحصل الريضينة ثم نوع الثاني اسم المجال مهم جدا الاسم اليوم اللي نسميه يا شباب نيزو كوم风 CA ثمان صال الله زي Passover بيحصل بعد 48 ساعة يا شباب من الهوزبتل من دخول المستشفى بعد 48 ساعة الشخص عنده نيمونيا يبقى الشخص ده ايه النيمونيا الطيب بتاعها هوزبتل اكوايرد نيمونيا بيقولك 15% بتحصل بسبب الهوزبتل اكوايرد انفيكشن 15% من المرضى بيحصل لهم النوع ده بسبب ايه الانفيكشن والانفيكشن اصلا في المستشفى بتبقى بسبب الاكسبوجر للانفيكشن اللي هو البيئة المفتوحة المكشوفة اللي مفيش فيها ايه رعاية ولا اهتمام ولا 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 كمام ده كله ولا فيه ايه ابزيرفنج اور مونيتور ولا اي حاجة الدنيا سايبينها تضرب تغلب فبيبقى ايه في اكسبوجر انفيكشن بتانديكيت او ريسك ان يحصل ايه انفيكشن ف15% من البشن تبقى بسبب ايه الهوزبتل اكوايرد انفيكشن ومن 15% ل 20% شباب دي في الانتنسف كير اللي هي في الرعاية في البشن تبقى الرعاية المركزة تمام؟ طيب بتحصل بسبب ايه بعض المايكرو ارجانيزم مسؤولة عن النوع ده اللي بنسميه الهوزبتل اكوايرد نيمونيا الارجانيزم دي بتانكلود ايه يا شباب حاجة اسمها ايه بزيوده مونز بزيوده دي يعني كاذبة ومونز يعني واحدة فبنسميها واحدة كاذبة بيبقى في ايه يعني حاجات كده بتانديكيت ايه للنوع ده او للزيس طيب تمام؟ انا مش عايز ادخل في تفاصيل كتير بس انتوا لو كتبتوا الواحدة الكاذبة عملت سيرش على الجوجل هتظهر ليكم الصور اللي انا اقصدها هتلاقوا اللونج كده في ايه بعض الاكيوميليشن كده او الانفلاميش اللي حصل فيها تمام؟ اه او لا كتبتوا برضو ايه بزيوده مونز اه او المارس يا شباب المارسة دي هي عدوى بكتيرية بتحصل فبرضو هي بتانديكيت للايه للهوزبتل اكوايرد نيمونيا او الاشيريشيا كولاي البكتيريا اللي بنسميها الشيريشيا كولاي او ايريشيا كولاي دي دي كنا اخدناها على فكرة قبل كده من زمان حتى في سنوي لو تفتكروا تمام؟ هي بتانديكيت لان فيه هوزبتل اكوايرد نيمونيا بعد كده يا شباب النوع الثالث بيبقى اسمه نيمونيا اميونو كومبرمايزد في ال اميونو كومبرمايزد في ال اميونو كومبرمايزد نيمونيا ان اميونو كومبرمايزد هوزد بسبب اه يعني ملخصة كده يا شباب بسبب ايه ان فيه بيبقى ادمنستريشن للدراج لبعض الدراج اه بعض الدراج دي ممكن تعمل كومبرمايزد ضغط على ال اميون سيستيم او تعمل اوتو اميون سيستيم زي الكورتيكوستيرويد الكيموسيرابي ان الشخص بيستخدم ايه بروت سبيكترام من الحاجات اللي بتضعي في الجهاز المناعي mention فبالتالي بتنديكيت لان فيه نيمونيا نوع من انواع النيمونيا اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه ده تمام الاسبيريشة نيمونيا شباب ودي اتكلمنا عنها تمام وقلنا ان هي بيبقى فيه بسبب ان حصل انفيكشن تمام بسبب ان بعض السابستانس دخلت حصل لها اندوجينيوس او اندوجينيوس يعني حصل دخول او خروج لبعض السابستانس كده في اللور اروي تمام فبتيجي البكتيريا بقى ويحصل انفلاميشن انسوءن تمام بيقولك بعض السابستانس يا شباب ممكن بتنتشر او توصل للانج زي ايه الجاستريك كونتينس بعض الحاجات اللي احنا ممكن لكلها او الكيميكال كونتينتس كونتنت او الريتين جاسز يعني اي حاجة توصل للانج اب نورمال يا شباب هي دي مش من الكمبوننس بتاعتها اصلا او الطبيعة ان هي تبقى موجودة تعمل لي اريتينشن تعمل لي انفيكشن تعمل لي انفلاميشن فيبقى فيه ايه رسبونس الانفلاميشن ده ويبقى عندي ارنيمونيا دي تمام صالة لها عن نبي صلى الله عليه وسلم وده البسه في سيوريجي بيقولك ان فيه بيحصل انفيكشن بعد كده ايه ايه انفلاميشن وبيبقى فيه رسبونس الانفلاميشن ايه بتأفكت على اللانج والكلام ده كله الريسكي فاكتور بقى يا شباب لما نيجي نتكلم عن الريسكي فاكتور الشخص اللي سموكر الشخص اللي عنده اميون سيستم اوتو اميون سيستم وقلنا اوتو اميون سيستم يعني ان الشخص بيبقى الاميون سيستم بتاعه دستراكشن او دستراكتد او ان فيه امبيرت بيتعامل مع بعض الكمبوننتز او بعض المكونات بتاعت الجسم ان هي فورن بطس ويبدأ ايه يهاجمها كذلك يا شباب من ضمن حاجات ان بيبقى فيه برولونج موبيلتي الشخص ده قاعد كتير الشخص ده عنده مثلا بياخد سيتاتف مسكنات اه فدي بتأثر برضو عليه تمام الادفينزت ايج الناس الكبيرة في السن السنة كبير اللي لو حد بياخد ايه سيرابي مع ايه وز انقليند اه كيوب منت يعني تلاقي الماسك اوكسجن كده اه للطفل او للباشنت انيوي يعني تلاقيه انقليند اه ما بيتعقمش ما بيتنظفش الكلام ده كله لو الشخص ده بياخد اه انتبيوتك اه تمام لو الشخص ده يا شباب اه كذلك اه عنده ابنورمال سوالوينج او كافرفلكس بيبقى فيه ديبريجن في الكافرفلكس يعني الكحة بتاعته بتبقى ابنورمال بسبب انه بيبقى فيه ويك في الايه في الماسلز بتاعت الريسبيراتوري ماسلز تمام بيبقى فيه ويك في الريسبيراتوري ماسلز تمام كذلك يا شباب انه لو الشخص تخطي له نازو جاستريك او اورو جاستريك او اندوتراكيال تيوب الحاجات دي كلها ريسكي فاكتور لان الشخص يحصل له نيمونيا لان الحاجات دي بتأفكت على اللونج تمام الشخص اللي جاي لعندي نيمونيا ده بلاحظ عليه بيبقى عنده بور أبيطايت بيبقى أنيروكزيا فاقد للشاهية مش عايز يأكل تاكيكارديا سيانوزيس الليسبيوتان بتاعه بيبقى بيورلينت بيبقى شبه لون الصدى كده وممكن يبقى ميكسد مع البلد تمام الشخص ده بيبقى عنده كاف بروداكتف وممكن تبقى أنيروكتف لو الشخص ده ايه دي هيدريتيد تمام بلايه الشخص عنده ديزنيا تاكيبنيا ارثوبنيا انسون تمام بلايه عنده الشخص ايه بين لما بيجي ايه انسبيريشن فوق المنطقة اللوب المصاب يعني مش احنا قولنا ايه في كذا فص أو كذا جزء وممكن جزء أو اكتر يحصل له انفيكشن والكام ده كله ايه لما بيجي انسبيريشن بقى فوق المكان المصاب بيحس بايه ببين بقلم كده تمام الدياجنوستيك اه اللي احنا اللي المفروض بنعملها بقى يا شباب بنعمل نعمل نعمل نشوف بتاعه والكلام ده كله اللون تمام ناخد تحليل اللي هو ال ايه تمام بيسموها تعريبه البي اي جي البي اي جي اه هو كده كده هنقول البروسيدجر ديه شباب هناخدها في اخر محاضرة ونتكلم عنها تمام اه برونكوسكوبي او نعمل ايه انفيكشن تيست تمام طيب الميديكال مانجمينت بقى يا شباب الميديكال مانجمينت صالي عنها بيصال الله عسان بياخد انتبايريتيك انتبايريتيك دي يا شباب اللي احنا كنا بنسميها نانسترويد انت انفلاماتري دراج بياخدها ليه بسبب ان الشخص ده بيبع عنده فيفر او هيد ايك عنده صداع بياخد ميوكوليتك ميوكوليتك اللي هو حاجات مزيبة كده للبلغم يا شباب بياخد انتيبيوتك تمام ويجب لك امثلة على الانتيبيوتك اه بنعوده بننستراكت البشانت او بنحاول ندي حاجات انهاليشان تعمل وورم ومويسشر اه للإيروي اه كذلك بياخد انتيستمين انتيستمين دي يا شباب علشان ايه دي بتريديوز السنيزنج والايه والرينوريا يعني السيلان متاع الانف لما تلاقي الشخص عنده سيلان كده في الانف او سنيزنج الشخص بيعطس كتير فالانتي هستيمين بتريديوز الحاجات دي وبتقلل الحاجات دي بياخد حاجات اللي هي حاجات نيزل بتتخذ نيزل يعني حاجات احنا بنسميها ايه مضادة للاحتقان او مزيلة للاحتقان يا شباب تمام وممكن ندي او 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 لو الشخص دا ايه تمام الممكن تحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ايه اتلكتسس اتلكتسس دي يا شباب ان بيبقى فيه جزء من الرئة او او الرئة كلها من ما بيبقاش فيها هوى او بيبقى فيها جزء او هي كلها اتلكتسس البلورال إفيوجن البلورال إفيوجن هو بيبقى حوالي 40% بسبب البكتيريال نيمونيا أبنور مليعني في اللونج وده بيمثل حوالي 40% من البكتيريال نيمونيا بتسبب البلورال البلورال إفيوجن بيبقى فيه إنفيزيمة والإنفيزيمة دي عبارة يا شباب عن إنه بيبقى فيه صل على النبي فيه غشاء بيفصل كده ما بين التولانجس والكافيتي بتاع الشيست يعني فيه غشاء بيفصل ما بين الرئتين والتجويد بتاع الصدر أوقات الغشاء ده بيتجمع فيه سوائل فإحلا نسميه تمام بنسميه إيه إنفيزيمة بيبقى فيه دي حالات الإنفيزيمة بتحصل مع الحالات دي يعني تمام طيب أو بسبب إن فيه إنفيكشن سوبر إنفيكشن يا شباب ودي بتبقى بسبب إن إحنا إيه بنيدي أدمنستريشن لارج دوز من الأنتي بايوتك زي البنسيلين وغيره يعني تمام فالأنتي بايوتك تعمل إيه يحصل يعني الأنتي بايوتك وبعضها يحصل بينها إيه كومبينيشن زي ترابط كده وتعمل لي سوبر إنفيكشن البريفنت ميجرز بقى يا شباب إيه الحاجات اللي ممكن نعملها نحاول نمنع الكلام ده أو نتجنب الكلام ده نحاول نبروموت الكافنج والبريفنج والكاف اكسرسايز وكنا خدناها بلي كده عن طريق السبيروميتر نحاول نخلي الشخص ده يستوب للسموكن نحاول نخلي الشخص ده يعني يبقى فيه بركشنز كده معينة أجنس الانفيكشن يعني زي ما بنقول إيه عارف الوقاية خير من العلاج اللي هي تمنع الحاجات اللي ممكن تسبب للانفيكشن تمام نعمل يعني نستخدم علاج طبيعي كده للشيست لو هو الحاجات دي يعني نعمل بروموت للأورال هايجين نوبزير علشان خلال مرحلة الريكافوري من الأناسيزيا اللي هو بيبقى واخدها يا شباب نحاول بسبب الجينيرال الأناسيزيا أو الانتبيوتك أو الميديكيشن اللي هو بياخدها دي يا شباب في حالة الريكافوري بقى نشوف الريد بتاع الريسبيريشن بقى عامل ازاي هل رجي عويزي النورمل ولا لسه ولا ايه نشوف الحالة بتتحسن ولا ايه نبروموت الفريقونت الفريقونت تيورنينج اللي هو الشفاء والعلاج السريع يا شباب اللي هو يحافظ ويكرر على الأدوية ما يقطعش زي ما بعض البيشنت كده ايه البيشنت ياخدوا علاجاته خلاص انا ارتحت فما يكملش لقى يكمل كورس كامل يبقى فيه آآ وموباليزيشن تمام ويبقى فيه يبقى فيه آآ ضايت يبقى فيه تمام وال الكيوب منت اللي أنا بستخدمها في الايه في الريسبيراتوري سيربي آآ ثيرابي تبقى ايه كليند وتبقى آآ يعني سترايل آآ معقمة وتبقى نضيفة يا شباب تمام صلى على النابي صلى الله يسن بعد كده يا شباب عندنا حاجة اسمها البلمونري آآ تيوبر كلوزيس البلمونري تيوبر كلوزيس يا شباب اللي هو مرض ربي يعفينا السل صلى على النابي صلى الله يسن هو بيبقى فيه انفيكشن ديزيز يعني ده عباره عن انفيكشن ديزيز مرض معدي البلمونري تيوبر monday السل الرئوي بيأثر على بيأفكت على البرانشخيمة يا شباب يبقى بسبب ده البلموناري هو عبارة عن هو مرض معدي بيأفكت على على التشو بتاعة البرانشخيمة خلي بالكم ان هو يا شباب ممكن يحصل يعني ممكن ينتقل من أو من جزء في جسم الجزء آخر تمام فممكن ليه بيحصل في المينجايز في البرين ممكن يحصل في الكيدني ممكن يحصل في البون ممكن يحصل في الليمفونود كل ده بيحصل البلموناري تيوبر كلوز يعني هو في بلموناري تيوبر كلوز وممكن بالإضافة لي معاه يأفكت على another organ أو other organs other parts of the body تمام بعد كده يا شباب صلى على المسل صلى على المسل صلى على المسل بيقول لك السبب العمل الأساسي اللي بيعمل كده يا شباب هو هو العمل الأساسي بتاع اه احنا كنا قلنا ان هو بيحصل بسواء صح او هو اسا 검 المايكوبكتريام تيوبركيلوزيز هو ده الموسط انفيكشن او الموسط كومينكوزيز اللي بيسبب البلموناري تيوبركيلوزيز طيب المايكوبكتريام تيوبركيلوزيز ده تكلمني عنه شوية هقولك هو هو بيبقى عنده سينستيف حساسية كده او حساس للايه للهيت والالترا فيلوت لايت للحرارة الحرارة الشديدة والاشعة فوق البنفسيجية ده مين ده المايكوبكتريام تيوبركيلوزيز اللي بيعمل ايه اللي بيسبب اللي هو الايه بتاعة البلموناري تيوبركيلوزيز تمام يا رب نبقى فاهمين بعد كده تعالى نتكلم بقى عن العوامل الخطر او العوامل اللي ممكن تسبب لي ايه عايزين نعرف ان التيبي اللي هو ايه ايه تيوبركيلوزيز هنختصروا بقى بعد كده ايه ايه تيبي على طول ايه التيبي بيسببيريت يا شباب من بيرسن تو بيرسن من شخص الشخص عن طريق ايه الانتقال الجوي يعني بينتقل عن طريق ايه الهواء يا شباب تمام عن طريق ان الشخص ده بيطلع صلق النبي صلق الله عسيا الشخص بيطلق يا شباب دروبلت نيوكلاي حاجات كده كطرات من النواة أو من يعني السابستانز بتاعت الديزيز ده أو المرض ده تمام بيطلعها زي ما احنا بنقول بعض لما الشخص يجي يعتص يحط منديل أو الكم بتاعه لأن في بعض دروبلت نيوكلاي أو بعض الكطرات البسيطة الشزارات حاجات صغيرة قوي كده ممكن تخرج أثناء السنيزينج أثناء الشخص بيعتص تمام فهو ده اللي بيحصل بالظبط تلاقي الشخص واقف قدامك وعمل بيزبيتش بيتكلم أو كوفينج أو سنيزينج أو أو تلاقي إن الشخص ده وهو بيتحك يعني الشخص بيتحك ووقف معك بيتحك بيتكلم بيعتص ممكن في اللحظة دي بيعمل إيه إكسكريشن لبعض دروبلت نيوكلاي فتبدأ هي توصل لك فتبدأ إيه تنتقل لك أو ممكن أنت تعمل لها إنهالات يعني تدخل أصلا جوه جسمك فبالتالي تبدأ الإنفيكشن دي تترانسيميشن لك وتبدأ تصاب برضو بالمرض ده ربنا عافينا يا رب تمام في بعض الكاتيجوري للتيوبر كيلوزيس أو للتيبي يا شباب أول حاجة اسمها لاتين تيبي انفيكشن جاي من اسمها لاتينت يعني إيه حاجة كامنة حاجة مش باينة أو يا شباب ما بيبقاش فيه سيمتمز معينة حتى لو عملنا شيستكسري ممكن نلاقيها نورمل تمام لكن إمت بقى المانيفستيشن إمت تظهر ما بتظهرش غير إيه في التي اس تي اللي هو تيوبر كيولين سكين تيست اللي هو اختبار الحساسية بتاع الجلد ده اللي احنا نعمله الخاص بالتيبي وهنتكلم عنه دلوقتي بالتوصيل إن شاء الله المانيفستيشن ممكن تظهر في الحالة دي تمام عن طريق الرياكشن أو الكمبيكيشن اللي ممكن تفصل تمام لكن اللاتين تيبي بصفة عامة يعني يعني ما بيسببش مرة تاني أو يحصل مرة تاني في اللاتينت في النوع ده ما بيبقاش بين صين ولا سيمتمز ولا أي منفستيشن على البيشن تمام بتبني إمت بس مع التي اس تي اللي هو الاختبار بتاع الجلد بتاع التيبي اللي هنتكلم عنه تمام صلاة اللي عن نبي يا رب هللاقي يا شباب يعني بما إننا أقول لإختبار الجلد ده هللاقي بعد ما الشخص بيحصل له انجيكشن هللاقي من ضمن الكمبيليكيشن اللي ممكن يحصل إن الشخص يحصل له بليدينج في المكان بتاع الانجيكشن ده أو يحصل له بعض الالسريشن في الصايت بتاع الانجيكشن أو يحصل له كادمة أو ايتشينج في حكة تلاقيه عمال بيحك في جلده كده أو في بعض الماسيز تحس إن في ورم كده أو كوت لقيه على جسمه فدي الكمبيليكيشن بتإنديكيت لأن الشخص ده عنده اي تيوبر كيلوزيس مش اولي بس الحاجات دي يعني مش حاجات دي بس لأن دي ممكن تحصل عادي في الانجيكشن العادي يعني طيب خطورة إن الكاتيجوري دي تتحول من حاجة لتنت لحاجة اكتب للنوع التاني اللي هو اسمه أو الكاتيجوري التاني اكتب تيبي ديسيز الخطورة بتبقى إمتى لو فيه أمرات تانية زي الـ HIV اللي هو مرض نقص المناع يا شباب اللي هو الإيدز تمام أو أي ميديكيشن تمام أو أي كمبرمايز بتأثر بتأفكت على الإميون سيستم أي ميديكيشن بتعمل كمبرمايز ضغط أو إفيكت على الإميون سيستم أو المرض نقص المناع على الإيدز ده لو الشخص عنده تيوبر كيلوزيس وعنده حاجات من دي أدوية بتأثر على الجهاز المناعي أو عنده أصلا مرض نقص المناع اللي هو الإيدز في الحالة دي الشخص ده بيبقى ريسك فور لإنه يحصل له إيه اكتب تيبي ديزيز تمام تعال نتكلم بقى على الكاتيجوري التاني اللي هو اكتب تيبي ديزيز صلي عن نبي صلى الله عليه وسلم الـ اكتب تيبي ديزيز هو بيقولك إن التيبي دي يا شباب عبارة عن إيه بكتيريا رابد لي مالتي بلينج يعني عبارة عن بكتيريا بيحصل لها تكاثر بسرعة جدا يا شباب تمام وبتبدأ المشكلة بقى اللي هي ايه تبدأ تنتقل لأجزاء تانية من الجسم يبقى الـ اكتب حاجة اكتب نشطة فبتبدأ ايه بيحصل لها تكاثر وممكن ايه تنتقل بردو او يحصل لأجزاء تانية من الجسم تنتقل بردو او يحصل لأجزاء تانية من الجسم يعني الشخص بيكوح او سنيزنج او الكامل اللي احنا اتكلمنا في ده كل هو بصفة عامة بينطاق يعني بينطاقل بالميكانيزم دي يا شباب تمام بس هنا في النقطة دي هو بيكلمك في ايه الاكتب بالموناري tb may be spread tb to others يعني ممكن من tb ل tb تاني عن طريق العوامل اللي اتكلمنا عنها يعني شخص ممكن يحصل له progressive او improvement في النوع بتاعه في الكاتيجوري بتاع tb من شخص تاني من مريض بيحمل نفس المرض تاني انتم فهمين عن طريق برضو في حالات الكف أو التوكينج أو اللوفينج أو سنيزينج بيقول لك بص بقى طبيعة التي بي انفيكشن دي يا شباب أو الهيستوري بتاعته الشخص اللي بيتعرض للتي بي من 70% لتسعين في المية ما بيقاش فيه انفيكشن طب من 10% لتلاتين في المية بيبقى فيه انفيكشن لو حصل انفيكشن يا شباب هنقسمها نوعين فيه لاتينت تي بي واكتف تي تي بي الاتينت الكامل بيبقى 90% وده ما بيبقاش ايه يعني اللاتينت ده ما يحصل لش ديفيلوب منت أبدا انه هو يبقى اكتف تمام طب الاكتف ده بيبقى 10% وممكن فيه منه حاجات يعني حاجات ممكن نعالجها وحاجات ممكن ما نعالجهاش الحاجات اللي ممكن نعالجها حاجات قابلة للعلاج وممكن للأسف الحالة تضاي معايا في الاخر ان الحالة ممكن تضاي خلال يومين او سيرففاي سيرففاي يعني الحالة قابلة للعيش والنجاة والان هي تعيش انتم مش ملاحظين ان في الاكتف في كلها الحالات هيموت فالله المستعان الميلاري او الميلاري تبي الميلاري تبي يا شباب هو شكل نادر جدا يعني علشان كيف يقولك is a rare form rare form of active disease يعني هو شكل من اشكال الاكتف بس شكل نادر جدا جدا ان هو يحصل بيحصل امتى يا شباب مع التيبي بكتيريا اللي بتبقى موجودة اه يعني في البلد يعني البكتيريا اللي بتسبب النوع ده يا شباب الميلاري تبي بيبقى ليها مصار كده او ليها بسوي في الدم بتنتشر من خلاله بسرعة جدا و زي ما انتم ارفين حتى الميديكيشن نفسه عايزين حاجة توصل للجسم بسرعة بتبقى ايه خلال فهي دي لها مصار نوع ده من البكتيريا عشان كده من نعم ربي سبحانه تعالى ان ده نوع rare يعني نادر جدا ان هو ايه يحصل بفضل عز وجل عشان كده بنقول برضو ان هو فتل فتل يا شباب اللي هو مميد يعني مميد بسرعة جدا يا شباب تمام اه صلع النبي و برضو بيأفكت على احنا لحد الوقت احنا تقريبا التيبي كله بيأفكت على ايه اناثر اورجنز تمام ان انزباطي البسو فيسيولوجي بها بتاعته يا شباب زي ما قلنا بيبقى فيه انهاليشن لاي تيوبر اه تيوبر اه بس اللاي اي نوع من انواع البكتيريا تمام اه الالفيولاي بيبقى حصل لها الالفيولاي بتاعت اللانج بيبقى حصل لها وصلت يعني الانفيكشن اللي هو اخدها او حصل لها انهاليشن وصلت للالفيولاي بتاعت اللانج اه او عن طريق الماكروفاجت اه اه يعني الماكروفاجت بيبقى فيه اه الفاج الفاج يا شباب اللي احنا اخدناه في السنو ده يعني بيبدأ هو اللي ايه يعني الانجيشن للتيبي او للمايكروبيال او الانفيكشن اللي دخلت جوه جسم ده تمام صلع النبي طيب طيب كل كلام ده ايه يعني احنا مش عايزين منه حاجة عدين اه اقول لكم حاجة يعني هو التيبي اصلا مش منتشر كتير تمام فانا اتوقع والله اعلم ان مايجيش منه اسئلة اصلا او او يجي منه اسئلة قليلة تمام لان انا فاكر الدكتور ساعة ما كدتشرحه يعني انا ده كنت متردد اقول لكم الكم ده بس انا فاكر ساعة قالت هو مش منتشر اوي بس يرجع في الفترة الاخيرة بدأ يرجع فحط نوائعا فانا ما اعتقدش ان هما يجيبوا اسئلة منه كتير لكن ريزبيراترو ممكن ايه ممكن يجيبوا منيمونيا يكتروا منها الحاجات دي تمام اللي هي ايه مستقومن او الحاجات المنتشرة الاساس منتباع ده اجنوستيك يا شباب بنعمل ايه تيوبر اللي هو اختبار الجلد اللي احنا تكلمنا عليه تمام الاختبار بتاع الحساسية ده يا شباب قولنا ايه الشخص بيحصل له ايه بناخد عشرة ميلي ايه اسف واحد من عشرة ميلي من بروتين بروتين كده مصنع يعني هو ايه بيرفايد بروتين للمرض ده او بيكونتين على التيوبر كيولين يونيتس يعني وحدات كده هي بتبقى زي انتيجين كده يا شباب او يعني هو حامل للمرض بس بصورته الايه الاناكتف تمام بحقن الشخص ده واحد من عشرة ميلي واخلي الشخص ده يرجع عليه بعد من خلال من تمانية واربعين اتنين وسبعين ساعة وابدأ اشوف ايه اللي حصل تمام ايه اول ما الشخص يرجع هنلاقي فيه غالبة ممكن لقى الرسيمة اه واندوريشن اللي هي النقطة البيضة اللي جوة دي النقطة البيضة الاندوريشن اللي هي الحمار اللي حوالي النقطة البيضة احنا هنبدأ بالمسترة نجيب ونقيس هنقيس اي بقى ايه الاندوريشن علشان كده بيقول لك ايه زائريا او في ارسيمة shouldn't be measured. خد بالك من الحتة دي. shouldn't be measured. ما ينفعش ان احنا نقس. احنا بنقس الايه? النقطة البيضة دي بس. تمام? بص بقى المطالبين بيه في الاختبار ده او في النتيجة دي ايه? شايف الكامل اللي بالاحمر ده هو بس المطالبين بيه وان شاء الله اللي هيجي الامتحان منه. تمام? لو جي في النقطة دي يعني. من صفر الاربعة تبقى عارف ان الشخص ده اه يعني اه مش مهم يعني عادي ان دي حاجة عادي اه كويسة يعني. اه من خمسة لتسعة ان الشخص ريسكل ان هو يحصل له ايه يبقى عنده اه فا لكن ممكن اه ممكن نعالجه ممكن اه العشرة بقى ده يا شباب ان الشخص بالفعل بيبقى حامل للمرض ده وبيبقى عنده المرض ده اه بتبقى حاجة ايه اساسية يعني تمام? بيبقى حتى بنقول عليه بوزيتف بوزيتف تيوبر كيلوزيس لما يبقى عشرة تمام? صلى على النبي صاصل. الميديكال مانجمينت يا شباب. يا رب. اه بنعالجه عن طريق الانتي بايركيو اه بايركيو اه بايركيو اه بايركيو اه بايركيو اه لا حاوله لا كنت هلا بالله. عن طريق الانتي بايوتك يا شباب. تمام? وممكن بتستمر دي من ست لاتناشر من ست شهور لاتناشر شهر. يعني من ست شهور لسنة كاملة. ولازم يستمر عليها يا شباب. الخلال المدة دي كلها يا شباب. علشان انت تتأكد ان ما فيش وان الشخص فعلا حصل له مهم جدا ان هو يكمل الكورس بتاع العلاج ده كله. تمام? الادوية بقى يا شباب في حاجة اسمها فرست لاين وساكند لاين. فرست لاين ادوية الساكند لاين بناخدها في تيبي سيرابي. وجايب لك امثلة عليها. الامثلة اللي قدامك دي تمام? صالي عنها بقصاصين. والساكند لاين برضو جايب لك اه امثلة عليها. يعني ادو ايه? يبقى حلى في الفرماكولوجيكال ثيرابي في التيوبركيلوزز بنستعمل ادوية ايه? الفرست لاين والساكند لاين. واما اعتقدش ان هو يجيب امثلة. تمام? اه بيقول لك في بعض الادوية. صالي عنها بصاصة. اه بيقول لك بعض الادوية بيبقى فيها يعني بعض الادوية بتخلي اه زي الريف امباسين. اعسف. الريف ابيوتين. الريف ابيوتين ده يا شباب والاماينو. اه جلايكوسايد. اه الاماينو غلايكوسايد. والريف ابيوتين. والكونيولون الميديكيشن. وغيرها من الميديكيشن يعني هي ممكن بتيه. الادوية دي يا شباب بتعمل افايكت يعني ادينش على الادوية اللي احنا خدناها بتاعت الفيرس تلاي والسكند لاين دي بحاجات اضافية تمام صحيح اللي عنها بساسم الميديكيشن والتيتشن جبال اللي احنا نديها للبشانت ضروري ان الشخص ياخد الميديكيشن يعني قبل الاكل بساعة يعني قبل ما تأكل حضرتك تأخد الميديكيشن اللي هو بريسكرايب دي نتأكد ان البشانت ده يتجنب اي 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 اطعمة بتحتوى على الايه اه 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 طير اه طير ماين طير ماين اللي هو الامينو اسد اللي هو بيريجيولات البلوت بريجر او اي حاجة فيها يستمين تمام وجيب لك امثلة عليها التونة والبيت والجيبنا والكام ده كله احنا بنستراكت البشانت ان هو يتجنب الحاجات دي ان هو ان هو يتجنب يا شباب ايه الطيب من الطعام اه يعني نقول له ان اقول له صفة عما كده هو حضرتك لازم تاكل قبل بساعة قبل يعني تاخد الدواء قبل الاكل بساعة والحاجات اللي تاكلها والحاجات اللي ما تاكلهاش والفور اجزامبل وتدي له امثلة عليها تمام صال لانا بيستواصل الريفامباسين يا شباب ممكن بيعمل الريفامباسين ممكن يعمل الريفامباسين ممكن يعمل الريفامباسين على الاناظر ميديكيشن تمام يعني زي البيتابلوكرز مثلا والاورال انتي كواجلينت زي الوارفارين والديجيكسين والكورتيكسترويد يعني الريفامباسين يا شباب دا هو المفروض اغطو اسم الريفامباسين بس ما عليم هو بيأفكت بس بيعمل ليس أفكت على الاناظر ميديكيشن يبقى اللي عايزك تعرفه هنا ان الدواء دا بيأسر على الادوية التانية بـ بدرجة اقل يعني ما بيخلاش تشتغل بفعلياتها او بالقولي پتاعتها كويس تمام آآ آآ اه بيقول لك البيشانت التعرف البيشانت الريفانبين ده بيعمل اه دسكالار اه دسكالاريشن في الايه في الكونتاكت لينسز يعني بيعمل تغيير في الايه في اللينسز اللي موجودة في عين حضرتك فعلشان كده ممكن وانت بتاخده اه بنعمل لك اه ممكن تلبس ايه اثناء اه يعني تمام صلع نبي بعد كده بيقول لك تعمل اللي ممكن تحصل بتاعت اه زي الهيباطايتس والكلام ده كله اللي عنده حضرتك اه تشوف بتاعت والكيدني وايه اللي ممكن تحصل فيهم عن طريق الانزيمات بتاعت الليفور انسو اون تمام اه تشوف برضو يا شباب اه بيبقى في بياخدوا عينة كده من وبيبدوا يحللوه بعد كده يا شباب عندنا السي او بيدي السي او بيدي يا شباب هو هارد تو بريس بيبقى صعوبة عبارة عن صعوبة في النفس وبيبقى برو جريسيف جيتس وورس اه اوفر تايم يعني ايه جيتس يعني ايه برو جريسيف برو جريسيف يا شباب يعني انه هو جيتس وورس اوفر تايم يعني بيزداد سوق كل ما الوقت بيعدي يعني كل ما الفترة تعدي ومع على مريض سوق اه سي او بيدي بيزيد اكتر تمام طيب يعني التضفق بتاع الهواء جوه اللونجش هماب بيبقى بيبقى فيه تمام ده اللي عايزك تعرفوا فيه بيانكلود ايه بعض الامراض صلوا انا بس وصل ايه ايه اي 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 كانوا بيعتبروا الازمة نوع من انواع COPD تمام? لكن حاليا هم بيعتبروا الازمة دي ابنورمال في يعني حالة من حالات ايه? الحالات لغير طبيعية لتخص الايروي اه وان هي بتحصل بسبب ايه? الانتهابات متكررة تمام? في حالات COPD يا شباب ايه? هنلاقي في حالات COPD الوال بتاع الايروي بيبقى ثق وانفلاميتد بيبقى ملتهب تمام? اه بيبقى الهوى اللي داخل اه الان ار اوت بيبقى لس بيبقى قليل تمام? بسبب ان بيبقى في يعني احنا بنقول الهوى بيبقى الايرفلو بيبقى طب اللي بيخلي النسبة قليلة ان الايروي او الوال بتاع الايروي بيبقى ثق وانفلاميتد ملتهب وسميك شوية بيبقى الايروي او سكس اللي هي الحويصلات الهوائية شباب بتبقى لز الاستيك بتفقد المرونة بتاعتها تمام? اثناء الايه الانسبايريشن والاكسبايريشن تمام? الوال بتوين السكس اللي هي الايه الجدران خلال او اللي موجودة بين الحويصلات الهوائية دي المساحات دي يا شباب بيحصل لها دسترويد الوال بتبقى دمرت اه دمرت خالص فبالتالي الايرفلو بيبقى الايرويز يا شباب بتبقى ميك مور ميوكس بتعمل بتفرز بتعمل سكريشن للميوكس بدرجة كبيرة فبالتالي ممكن تسبب ان اصلا يحصل الاستراكشن لما تعمل سكريشن للميوكس اه بدرجة اكبر تمام? تمام? سهل ده عنابي بعد كده بيكلمك عن الكورونيك برونكايتس الكورونيك برونكايتس هو بيقول لك ده ديزيز في الايروي برضو يا شباب تمام? وبيحصل ازاي؟ بلاقي الشخص ده عنده كاف وزبيوتم اه برودكشن يعني كاف برودكشن لان فيزبيوتم تمام? بيلاقي كل ثلاث شهور يعني خلال سنتين كل ثلاث شهور يجيلو الكحة بلغة مش ده ولكم ده فبنسميه كرونيك برونكايتس تمام? اه عن طريق ان بيبقى فيه كرونيك انفلاميشن الموست امبورتنت يا شباب بكوز اهم سبب في الكرونيك برونكايتس ان بيبقى فيه ريكيارنت اريتيشن للبرونك يالميكوزة بيبقى فيه انفلاميشن او اريتيشن متكرر للميكوزة بتاعت ايه البرونكاي تمام? زي اللي بيحصل في الناس مثلا السموكر اه بيقولك ان ممكن يحصل يا شباب الوولز خلاص اتفقنا ان هي بتبقى سيجنس و انفلاميتد بيبقى فيه ناروينج في الايروي في حالات الكرونيك برونكايتس بيبقى فيه بلاكز البلاكز دي يا شباب بتبقى ايه عبارة عن حاجات بتعمل ابستراكشن كده و دي بتبقى اماكن خصبة يعني اماكن ليه لان يحصل البكتيريا والانفكشن و ده بيزود بتاع الميكوزة يا شباب تمام اللي هي البلاكز دي تمام ممكن يحصل نكروزيز بقى في النهاية خالص ما بيحصل نكروزيز و فيبروسيز تمام والالفيولاي والبرونكاية والالمكيولز ممكن يحصل ليها دامج تمام الانفوزيما بقى يا شباب الانفوزيما دي دسترويت في الالفيولاي الالفيولاي بيبقى بيحصل ليه دستراكشن او دامج تمام بيبقى فيه كرونيك كاف بيبقى فيه كرونيك كاف اللي هي контрيمات كها مثلية braucht جديدة تمام فرص لها أنواعي شباب حتى الانفزيين الإنفزيين متعقبة للتong في التبادل الغازات في التبادل الغازات فممكن نلاقي ان في زيادة في سانيوكسيل كربون اللي هو معناه ان في هايبوكسيميا في نقص اكسوجين انواع الانفيزيما فيه بنولوبيلر طيب وده عبارة عن انلارجد ده عبارة عن انلارجد يا شباب في الاسبيس بتاعت الايروي وده بسبب ان بيبقى فيه دستراكشن في البرونكيولز والالفيولار داكت وده بتظهر في حالات الباريالشيست تلاقي عنده زي الشيست البرميلي كده نعرف ان ده من نوع ايه البانيولر انفيزيما بسبب فيه اللارجد فيه حاجة تان يسميه سنترال لوبيولر انفيزيما وده بيبقى عبارة عن اللارجد برضو يا شباب بس اللارجد ده حصل فين ايه او اللارجم انت ده حصل فين في السنتر فتلاقوا ان مثلا دي في الاطراف برا لكن هنا السنتر نفسه هو الايه اللارجد وبنلاقي فيها من ضمن الحاجات المنتشرة فيها والاسباسيفيك الحاجات الكاراكترايزد بواسطة ايه يعني بنلاقي في السنترال بيولر فورم بنلاقي هايبوكسيميا وهيبر كابينيا هايبوكسيميا يعني فينا اسوكسوجين هايبوكسيميا يعني في زيادة في السنترال الريسك فاكتور ايش الناس وي 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 الكلام ده ايه كله قلناه او ان الشخص بيتعرض فيها تبيكو كتير وكده يعني صال يا عناب الاسموكر الناس المدخنين يا شباب لان بتعمل الريتيشن للميكوزا الميكوزا الجلاند فاول ما الميكوزا الجلاند يحصل فيها الريتيشن تعمل انكريز في السكريشن بتاع الميكوزا فتعمل تراكم للميكوزا فهذا يعمل لي انفيزيمة كذلك يا شباب بيبقى فيه ديبريشن في الكلين ميكانيزم بتاعت ال الادوية اللي بياخدها او الماسك او اكسجين او غيره بيبقى فيه ايه زي ما قول ما بتقاش معقمة الحاجات دي ما بتقاش نضيفها and so on تمام او مش بطريقة مش بتكنيك استرايل او بتكنيك يعني اه في تعقيم الادوات فيها ادوات معقمة الكلام ده كله تمام اه ممكن يا شباب بنتكلم ان الكاربون من اكسيد اه او قاية بيحصل له ام بيتحد مع الهيموجلوبين وبيعملي حاجة اسمه كاربوكسي هيموجلوبين لو حصلت حلته الكاربوكسي هيموجلوبين دي ما بيقدرش يعمل دلرايفينج للالاكسجين ما بيقدرش اصلا يعمل فبالتالي بيحصل عندي هايبوكسيمية هايبوكسيمية تمام اه كذلك يا شباب بيقلل الالفا وان اه انتي ترمسين صلى على الناس اصلا بيبقى فيه نقص في الالفا والانتتربسين اللي هي اصلا بتحمي اللانج برانشيما من ان يحصل لها ايه انجري تمام ايه دي بقى بيبقى فيه صينو سيمتمتوم زمعينة قف واسبيوتم وديزنية او اكسبوجر للريسك فاكتور توبايكو وي اا يعني فيه بوليوشن في الاي في الهوى انسون تمام الدياجنوستيك بقى بنعمل شيستك سيري ارتيريال بلاد جاز اللي هو الاي بي جي اا فيه يعني نشوف البلموناري انفيكشن عن طريق التست او انالايزز تمام اا نشوف يعني سكريننج للالفا والانتتربسين علشان الديفينس اللي حاصل فيه ده والسكريننج بتاع الفا والانتتربسين ده خاصة ممكن نعمله في حالات البيشنت اللي تحت خمسة واربعين سنة تمام او الناس اللي انتشر في يعني الفاميلي هستوري عندهم اا سي او بي دي تمام اا فيه هايبوكسيما هايبوكسيما فيه اا فيه في الرايت سايت بتاع الهارت فيه كونجيسشن فيه احتقال فيه اديمة ديبندنت اديمة فيه ديستينشن فيه في الفين بتاع النك فيه في بيراتري انسوفيشنسي اا فيه برونكوزبازم في اا نيوموسوراسيك او بالموناري هايبرتينشن and so on بياخد بقى ايه كورتيكوسترويد بياخد حاجات تعمل ببرونكوديليتورز تمام اا بياخد الفكسين تمام ممكن ياخدوا ايه اا كل خمس لسبع سنين يا شباب علشان ايه يمنع الحاجات دينية تحصل الالفا انتتربسين علشان تحمل ايه البرانشيما بتاعت اللون اا انتيبيوتك مايكوليتك اللي هي الحاجات بتاعت البلغم اكسجن سيرابي اكسجن سيرابي ده ياخده في حالات لو حصل صدق اا يعني هايبوكسيميا او ناقص اكسجن يعني ممكن يستمر للفترة طوله عشان يعمل امبروف الكواليتي بتاعت اا ويبقى ايه ان هو ايه الحياة بتاعته يقدر يعيش ويكمل حياته تمام الانديكيشن اللي ندي فيها بقى اكسجن سيرابي لو فيها هايبوكسيميا لو فيه اا اا دامج في الاورجان بتاعت الريسبيراتوري انسوء تمام البيشانت اديوكيشن بقى يا شباب ان انا بقول للشخص ده ما تعرضش الحرارة اا ولا برد كتير لان الحرارة دي بتزود درجة الحرارة بتاعتك بتزود حرارة جسمك وبالتالي لما درجة حرارة جسمك بتزيد بيزيد الريكوارمينتس للأكسجن ان جسمك محتاج اكسجين طب ليه ما تعرضش نفسك للبرودة كتير لان البرودة الكتير بتعمل او بروموت للبرونكوزبازم تمام اا والهواء الملوس برضو ما تحاولش تتعرض ليه او اي حاجات ايه بوليوشن يعني بصفة عامة لان دي بتعمل برونكوزبازم الهاي اتلايتس الارتفاعات العالية لان دي بتعمل هايبوكسيميا لان كل ما بنعنا كل ما الايه الاكسجن بي ال سيرجيكال مانجمينت ممكن نعمل يا شباب سيرجيكال مانجمينت جراحة كده لتصغير حجم الرئة بدل ايه الامفزيما والكلام اللي حاصل ده كله اا دي بتسمح للايه الفانكشال تشو اكسبيند ان هي ترجع وزن نورمل ويعني امبروفمنت الالاستيك بتاعتها اا الشيست وال اا والديفراماتيك ميكانيزم تمام اللي هو ما نحسش ان فيه باريير الشيست الشيست البرميلي ولا الكلام ده كله لا يتبقى ايه كل حاجة ترجع ايه وزن نورمل ده ممكن يتم عن طريق السيرجيكال مانجمينت عن طريق التدخل جراحي ممكن يحصل يحصل لانج ترانسيبلانتيشن ودي اين دستيج مرحلة اخيرة خالص من مراحل الامفزيما خلاص اللانج ايه حصل لها دامج فممكن اا بنعمل لانج ترانسيبلانتيشن نقل كلا او زرع كلا يا شباب وده بتامبروف الكواليتي بتاعت اللايف والكاباسيتي الفانكشن فانكشن كاباسيتي الازمة بايا شباب صلى عنا بس اصلا الازمة هي عبارة عن يعني يعني استجابة مبالغ فيها او مفرطة للممرات الهوائية بتؤدل ان يحصل اتاك او ريفيرزبل اتاك هجمات كده ايه او نوبات اا شديدة شخص ما بيبقاش فيها قادر ياخد نفسه تمام هي منتشرة بريفالنس في الاسباسيفك فين في الشيلدرن يا شباب هي منتشرة ايه خاصة فين في الشيلدرن تمام الباسوفيسيولوجي بتاع الازمة يا شباب لو حد عنده اليرجي والاليرجي ده هو بري اه بري ايه بري دايسبوزنج بري دايسبوزنج يعني ايه يعني هو الحساسية دي لو حد عنده حساسية دي بتبقى اكبر سبب مهي مهي لاني يحصل ازمة اصلا تمام اا كرونيك اكسبوجر ااكسبوجر للاليروي ايريتيشن او الليرجي يعني اننا بتعرض لحاجات بتعمل في الاريتيشن في الاروي دي بتزود فور ان يحصل للأزمة الحاجات اللي بتعمل جيب لك امثلة علىها زي الحرارة والبرودة والهوى الملوس والضغط تغير في الضغط والكلام ده كله او ريحة جديدة او البرفيوم او السموكر او السموك الكلام ده كله الاكسرسايز كذلك بعض الميديكيشن الحاجات كل ما كانت المبالغ فيها زيادة على زي ما شباب ممكن ريسك ان يحصل ايه أزمة الباسوفيسيولوجي بقى هو بيقول لك السل السل بيقليها دور مهم جدا جدا يا شباب في العملية الانفلاميشن اللي بتحصل دي هي بتحصل منين من الماستسل من الماستسل وبعض الاعضاء التانية زي الليمفينودز او بعض الاماكن التانية زي الليمفينودز والنيترو والنيتروفايلس واليوزيون والليمفينودز او والليمفوسايتس والماستسل كل ده بحاجات بتسبب خلايا بتسبب ايه الخلايا بتاعتها بتسبب ايه انفلاميشن تمام الماستسل بيقولك بتبقى موجودة في نهاية الكنيكتف تشو تمام بتريليز بعض اللي هي بتسبب انفلاميشن زي الهستامين والبرادي كاينين اه والبروستاج لاندن اه انسون تمام واللي بتسبب بقى يا شباب من ضمن البس فسيولوجيا ان يعني حالات الازمة دي بتحصل بسبب انفين كريس في البلد في البلد في الهوattan في في اااا آآ اااا في بيرونكو كونستريكشن انسون تمام الكلينيكال منفستيشن بيبقى الشخص ده بيبقى عنده ديزنيا بيبقى ويزنج بيبقى فيه عنده كاف بيبقى حسس بسوفيوكيشن اختناء بيبقى عنده برونكوسبازم يعني بياخد وقت كبير وهو بياخد نفسه ومش قدر ياخد نفسه بسبب البرونكوسبازم تمام بيبقى فيه هايبوكسيميا بيبقى فيه زيادة في الهارتريت والبلوت بريجر بيبقى الشخص ممكن يبقى تمام الاسيسمنت اللي حتى بنعمله بناخد بتاع السين والسيمتومز نعرف بتاعت البلموناري عن طريق تيست بنعمل تيست برضو كده او ايه بعض الانواع الدياجنوستيك اللي اسمها ايه بنعمل تمام نشوف كل ده بنستخدمه كومبليكيشن اوف ازمة بقى يا شباب بلاي شخص نيمونيا واتليكتيسيس اللي هو بيبقى فيه جزء من الرئة والرئة كلها وستراكشن او ما فيهاش هوا بيبقى فيه بلموناري اديما وغيرها بياخد حاجات بقى اه تعمل ادوية تسرا عموضوع الشفاء ده اه حاجات ايهاليشن زى البي تاتو اجونست او حاجات شورت اكتنج بياخدها اورل زى البي تاتو اجونست برضو يعني روابت حاجة سريعة انهالت بياخد بي ده ايهاليشن طب حاجات شورت اكتنج بياخد بي ده ايهاليشن بس اورل طب حاجات سيستمك لاه يستمر عليها على طول كورتيكوسترويد أو أنتكولينيرجيك تمام طيب اللونج أكتنج كونترول ميديكيشن بياخد كورتيكوسترويد إنهاليد بياخد برضو بيتا تو أجونيست إنهاليشن تمام والسيستيمي كورتيكوسترويد السيستيمي كورتيكوسترويد وبياخد أنتجين في جسمه والكلام ده كله علشان يحصل من الأزمة النيرسينج منجمينت اللي احنا بنعملها النيرسي بتأسس الهيستري هل عنده أي من الميديكيشن معينة أو حاجات معينة عنده منها حساسية تعمل اللي هي مسؤولة يعني النيرسي بتدي الميديكيشن مش من دماغها تشوف الأدوية اللي كتبها وتعمل مونيتور للرسبونس علشان تعرف هل فيه ألرجي عنده من الحاسية دي أو لا الفلود ممكن يعني نعمل للفلود لو الشخص ده عنده جفاف وانتيبيوتك علشان لو عنده تمام ممكن الشخص ده يتطلب ان هو يحصل يتيب يعني يا شباب بسبب ان فيه تمام ولازم نعرف اهله ونعرف المريض ونشرح البروسيتجر ونعرف يعني ايه انتيوباشن ويعني ايه الشخص هي التيب ويعني هي هيتركب له الانبوبة دي والكام ده كله تمام النيرس تجمان بقى بقى باخد باخد بلاحظ بلاحظ بشوف البروسيتجر اللارج اللارج في البروسيتجر كذلك بأسس يعني ال 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 زيز يا شباب بأعرف البركاشنز معينة كده عن كل مرض من دولة من دولة والعلاج بتاعهم ابقى فاهمه بحيث اقدر اتعامل معاه واقدم الرعاية بتاعته الشيست بين الشيست بين يا شباب البالس السيفيريتي بتاعت الكف الفريكوانسي بتاعتها التشينج 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 تمام الدجري بتاعت التكبنية الشورتنس الاماونت والاودر والكالر بتاع السيكريشن لو الشخص عنده هيموبتسيز الشخص ب هيموبتسيز تمام اللهم اتكلمنا عنها بيقولك مهم جدا انت تأسس خاصة للناس الكبيرة في السن والكلام ده كله لان ممكن يبقى عندهم ده هيدريشن وازلي فتيج وهارت فالير بتسأل بعض الاسئلة للباشنج يا شباب بتشوف بقى الفتيج بيحصل قد ايه و الوقت اللي بيحصل فيه هل بتنام كويس ولا لأ العداد بتاعه هل بيدخم ولا لأ تعرف يعني الباشنج تعرف ايه عن المرض بتاعه ده او ايه معلوماته عن المرض بتاعه تمام بتديله ايه معينة يا شباب تمام اه تشوف هل الوظيفة بتاعته او هل هو بيسموكر مسلا او بيعمل اي حاجة فيها ملوسات تمام تعمل انسبيكشن يا شباب انسبيكشن انك بتشوف كل حاجة بعينك تمام والاكسيسوري مصلز هل هو بيستخدم الاكسيسوري مصلز ولا لا لان ده اندكيتل ان الشخص ممكن يبقى يعده تمام اه نشوف هل هو اللارجد ولا لا اه البريفير الايديمة هل عنده ايديمة هل عنده قف هل عنده كلابينج في النيلز ولا لا نشوف البريف ساوند كلير ولا دامنشد ولا كراكلز ولا ويزينج تمام الدياجنوستيك تست الاكس ري السي تي الاكسيوماتري بالس البلموناري انجيوغرافي لسبيوتام كاليتشار البرونكوسكوبي تمام النيرسينج دياجنوزز بقى يا شباب بتبقى بيزدى على الداتا اللي انا جمعتها ابدأ اعمل نيرسينج دي امثلة للنيرسينج دي امثلة ممكن ايه يعني مثلا اكتيفتي انتوليرانس ريليت توق بير ديفرس بيروس رفانكش تمام البلينج والكير انا بعمروف اليروي بحاول اخلي الشخص ده ايه كمفورتابول احاول اشيل ايه او امنع اي كومبليكيشن احاول ابقى فاهم العلاج احاول ادي متساوية احاول ادي مناسبة للبيشانت ده احاول اخلي البيشانت يبقى ريست تمام اه طيب لو الشخص ده احاول ايه يعني اعمل ريموف ريموف انجليش سكريشن اي سكريشن اه تمام عن طريق الاسبيريشن اه اشجع البيشانت اللي عنده هيدريشن يا شباب ان هو ياخد سوايل كتير تمام اكسجن سيرابي لو تطلب حاجة زي كده اشجع الشخص ان هو يوقف التدخيل لان ده بيأثر عليه وبيأثر على الميكوزل جيلاند وبيزود الميكوزل سكريشن تمام اه طيب بشوف اي درينج لو ايه متركب له درنق او كده الدرينج عامل ايه والشكلها اه انسون تمام اه دي بعض الايه الوضايات اللي ممكن ينام فيها تمام بريسنج اكسرسايز بقول له ازاي بقى ياخد البريسنج بتاعه ده يا شباب يعني اللي هو ايه عن طريق الاسبايروميتر اصلا ممكن في الحالات اللي ازاي كده تنفع وبيشرح لك بقى عن طريق اللبس ازاي اه تيفل شفايفك اخد نفسين اخد نفسين دي الله المستعد تمام انت بتزود بتحسن بتاعت تمام اه تشوف بتاعته انه ياكل واجبات وسمول اه لان دي ممكن بتبقى اوقات لبعض بتشجع انه يزود ياخد حاجات فيها حاجات فيها سعرات عالية تمام اه ياخد حاجات لو ده تطلب حاجة زي كده تمام تشوف المدكيشن تشوف المدكيشن المدكيشن اللي ممكن تحصل وزي نتجنبها وتدي المدكيشن از بريسكرايب الهيجين ميجرز ماوس كير هاد هايجين تعلمه ازي يعمل حاجات دي تمام اه بتشوف هل انت فعلا قدرت تعمل امبروف منت الاروي ولا لا هل قدرت تحافز يعني تمنع ان يحصل الهيدريشن وحافز على الهيدريشن المويس شر بتاعت الاروي هل فيه دا يتري اه 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 يعني متساوي ولا لا تمام هل ديرنا نتخط الكمبيكيشن دي ولا لا تمام بنشوف الكف بتاعته نوقف الحاجات دي على فكرة شرحناها فوق وقلنا كلام ده كله اتكلمنا ال 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 انت بتشوف كل الحاجات دي اللي انت كنت عايز تطلع بها خلاص عملتها ولا لا تمام بعض زبايا شباب هو هيبدأ يكلمك عنها بروسيدجر بروسيدجر بقيت الكلام انا مش هشرحه انتو هتبصوا عليه سريع معلش لان الوقت زاد قوي كده بس هقول لكم حاجة جميلة جدا واخدوها سيقا ان شاء الله الحاجات اللي انتو هتبصوا عليها دي كلها يعني دي مسلا اقروها ارية كده سريعة جدا لكن هنا ايوه الكلام اللي بالاحمر ده مهم وهنا برضو عدي بسرعة يعني الفونت اللي هو واضح شوية ده ابص عليه اديله شوية اهتمام اللي بالاحمر ده اديله اهتمام اوي تمام وهتفتكروا كلامي ده والله انسؤ يعني اه ويبقى كده بفضل ربنا عز وجل خلصنا عرفتوا بقى البين هتراجعوا ازاي يعني تدوا ايه تعملوا ثبوت كده على الحاجات اللي الدكتور نفسها اه عامل عليها ثبوت تمام عن طريق الخط الاحمر ده او نفسه لما تحسوا انه ما متكبر شوية تمام وابقيت الحاجات والله انا لما شفتها سهلة بفضل ربنا عز وجل اه لكن ركزوا في الامراض ركزوا يا شباب بصفة عامة في النيرسينج في النيرسينج في الاسسيسمنت والكلام ده كله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته